صديقي مشاهد الاقتصاد والناس طبعا أولا أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من البرنامج ثانيا يعني الحياة من خلال حلقات البرنامج تحدثنا من قبل أنه إذا كانت هناك صناعة مصرية أو خدمات مصرية يجب أن يكون هناك منفذ للتصدير منفذ جدي منفذ واضح وصريح كي يضع مصر على خريطة الاقتصاد سواء كان الإقليمي أو الدولي وده موضوع حلقتنا النهاردة صديقي المشاهد الجهود التي تفذل من أجل ذلك الحقيقة طبعا منورنا ومشرفنا كعادته في برنامج الاقتصاد والناس سعد السفير دكتور محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي أهلا بك سعد السفير يا أهلا وسهلا بحضرتك وخالص تقديري للبرنامج العظيم اللي بيبسط كل الإجراءات الاقتصادية اللي بتتم من أجل مصلحة المواطن الله يحفظك يا فن الله يحفظك معه يعني دورنا الحقيقة طيب في البداية صدرات مصر إحنا دايما عندنا خلل في الميزان التجاري واضح لأنه طبعا ورداتنا أكثر بكثير جدا من صدراتنا إحنا بنتكلم في سبعين عشرين يعني سبعين تلاتين حاجة كده بالزبط هل تعثرنا كثيرا في مجال سواء كان تسويق أو إنتاج بضائع تصدر ولا إحنا ماشيين كويس بقلنا كتير بس حظنا وحش طبعا خطة التنمية دايما بتقوم على الإنتاجية من أجل تحقيق الاكتفاء الزاتي وبعدها التصدير والبنية الأساسية للطرق والمنافذ التي تربط مراكز الإنتاج بالتجمعات السكانية وبعد ذلك مراكز الإنتاج بالمنافذ الحدودية من أجل تضفق التجارة بين مصر وباقي دول العالم دايما كانت بتوجهنا مشاكل في الجدية في اتخاذ قرارات هامة من أجل زيادة الصادرات ومن أجل ضبط الميزان التجاري كان أهم هذه المشاكل أن الدولة تعمل دائما على تمويل العملة المصرية الجنيه المصري من أجل الحفاظ على قمته في الأسواق المالية وده في حد ذاته كان بيستنزف جزء كبير من ميزانية الدولة من أجل تغطية الاحتياجات مصر من الدولار بعد أن قامت مصر بقرارات صائبة بتحرير سعر الصرف تم توجيه هذا الفاقد الذي كان يذهب لتمويل العملة الأجنبية عملة التعامل الدولي وهي الدولار تم توجيهه للتنمية وللخدمات والموافق منها الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة للعقيمة كالتزام على الدولة هل دخل برضو جزء منه في البنية الأساسية سواء كان المشروع القومي للطرق أو المشروعات القومية القائمة بالفعل وتم صرف خلال الأربعة سنوات الماضية ما يقدر بـ 250 مليار دولار أي 4 تريليون و200 جنيه مصر بس خلينا نتكلم الأول على العوائد التي انسحبت على الدولة وعادت على الرجال الأعمال والمصدرين في مصر أولا تم تخفيض سعر المنتج المصري مما أعطاه ميزة نفسية في العالم نظر مثال على الخضروات والفاكهة عندما كنا نصدر البرتقال بعد التجهيز والتعبئة بـ 7 جنيهات للكيلو جرام ده كان بيساوي دولار بعد تحرير سعر الصرف أصبح سعر البرتقال المصدر من مصر ما يقارب سلس دولار بالتالي لأن هو 7 جنيه كنت بعد التجهيز والتعبئة والتغليف هو بيتكلف 7 جنيه كويس فأصبح لديه ميزة تنفسية قوية جدا جعلت مصر في عام 2018 و2019 هي الأولى على العالم في صدرات البرتقال أكثر من أسبانيا وأكثر من المغرب اللي بتنافس مصر دايما على المركز الأول والثاني ولبنان وسعر تمام تمام فمصر خدت المركز الأول فدا في حد ذات هل لما نيجي نتكلم على صدرات مواد غذائية زي البرتقال مثلا حديثت بمثال يعني هل ده بيعتبر تصدير مواد خام ولا ده بيعتبر تصدير مادة لها أو منتج لقيمة مضار ده في حد ذاته بيعتبر منتج نهائي لأنه بيتصدر للاستهلاك المباشر فلا منتج نهائي إنما العمليات التصنيع أيضا الدولة وضعت العديد من الحوافز من خلال عادة صياغة البنية التشريعية للاستثمار ودي كانت بتشتمل على العديد من الحوافز والإعفاءات للمشروعات الصناعية ومن أهمها الصناعات الغذائية الصناعات التحولية للمنتجات الغذائية المصنعة بالإضافة للحافز الذي تقدمه الحكومة كدعم أو تشجيع للصدرات عشان كلمة دعم دي بيضبط بتزعله وتزعله بالضبط فده تشجيع للصدرات هو يعني إيه يا فندم يعني إيه أنا كحكومة يعني يعني إيه بدي دعم أو بلاش دعم زي ما قلنا تشجيع للصدرات يعني بأشيل من ضرائب الراجل يعني بعمل إيه بالضبط يعني إزاي الحكومة بتشجع الإجراءات اللي بتتم طالما المصدر وده الحمد لله تم ضبطه لأسباب كثيرة ليست فقط لضبط سعر الصرف ولكن تم ضبطه للحفاظ على الجودة المصدرة لأن أصبحت الآن الصادرات تخضع لرقابة شديدة وتفتيش حتى لا تخرج أي بضائع غير مطابقة للمواصفات أو مصابة بأي قافة من الأفات حتى زبابة الفكهة تمام تمام وده بيتم الإشراف عليه من قبل مدريات الزراع في الكرة والمحافظات التي تقوم بتصدير الخضار والفكهة وفيه بتعالي فيه نظام جديد الكود دلوقتي بقت المزرع عليها كود بالنسبة لبعض المنتجات مثل البطاطس اللي بتشتريها الدول الأوروبية خاصة ألمانيا وأمريكا وكندا هناك تكويد لمطابقة المواصفات للتأكد من مطابقة المواصفات بيتم تكويد الحق لأثناء الزراعة بداية من تجهيز هنا بيبقوا مطمئنين أن العملية الزراعة نفسها تمت بجميع الاشتراطات التي تشتريتها الدول الأوروبية وأمريكا الجزء الثاني في تنفيذ العملية من الناحية المالية المفروض أنه بيتفتح له اعتماد بقيمة الصفقة فبالتالي بتخش الفلوس دي البنك فمعناها أنها عملة صعبة دخلت البنك فده بيعتبر مشجع للمصدر وهو نفس المنتج فيه إجراء كمان اتخذ للحفاظ على الجودة وصمعة المنتج المصري في الخارج أنه ما بقاش أي حد قادر على التصدير للدول المحيطة أو حتى الدول الأوروبية لازم يكون عضو فيه جمعية المصدرين للقدار والفاكهة ويلتزم بكل الاشتراطات والمتابعة هل هل فيه صعوبة للدخول ضمن تلك الجماعيات ولا مش صعب ما فيهش أي شرط غير الجدية أنه يكون فعلا بيزرع أو يكون فعلا بيصدر أو يكون عنده محطة لتجهيز الخضار والفاكهة حتى يتم الإشراف عليه تمام فهنا الحكومة بتعمل دعم أو تشجيع للصادرات علشان هذه الصادرات بتجيب عملة صعبة للدولة تمام فبتخصص جزء للمصدرين اللي هو فعلا بيصدر الكمية باسمه وبتخش التحولات على حسابه هو ده اللي بيستفيد من دعم الصادرات تمام إنما اللي بيشتغل لوحده ده صعب جدا يستفيد من أي دعم هل ممكن حد يصدر أو اللي بيشتغل وسيط أو اللي بيشتغل وصيط في الوقت الحالي بعد هذه الإجراءات الضابطة لعمليات التصدير أصبح هناك صعوبة للدخول بشكل غير مبرر أو في شكل الوساطة خلاص يعني ده كان عصره وانتهى دلوقتي بزرق طيب نيجي للقرى الأفريقية وده تخصص حياك رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي إحنا علاقاتنا بأفريقيا تطورت طبعا في الأربع خمس سنوات الماضية بشكل ملحوظ عن السنوات الأمريكية وتحدثنا من قبل في هذا الموضوع هل المنتج المصري ممكن يجد رواج في القرى الأفريقية ولا خلاص لأ بالفعل المنتج المصري يتمتع بموثوقية واعتمادية من قبل الأسواق الأفريقية وتقبل عليها بثقة وتفضيل أكثر من الدول في جنوب شرق أسيا ليه؟ يعني دايما المنتج المصري هو منتج منافس قوي للمنتج الصيني والمنتج الهندي أولا من ناحية الجودة ومن ناحية المطبقة الضوء العام للدول الأفريقية ده سعادتك بينعاكس على الصناعات الإلكترونية والصناعات الهندسية والتطبيقية بتجد أن المنتج المصري بعد أن تمتع بميزة تفضيلية في الأسعار من الإعفاءات التي عادت على الصادرات المصرية من اتفاقيات التجارة التفضيلية مثل اتفاقية الكوميسا أزاحة من السوق لدول شرق وجنوب القرى الأفريقية أزاحة المنتج الهندي والمنتج الصيني وبقي منتجات لأنه بقى في تنافسها في السعر لأنه بقى عنده ميزة تفضيلية بسيطة يعني هي وزنت بين الانتاج بكميات ضخمة الذي تقوم به دولة الصين وإحنا كان عندنا ميزة وبرضو الفرق مش كبير لأن ساعتك بتتكلم على ضرائب في الدول الأفريقية في حدود 22% 23% ليست 100% إنما في عندنا ميزة تانية أن الصناعات الهندسية والتطبيقية والإلكترونيات وكل ما هو حقن بلاستيك مصر متميزة فيه بسبب تراكم الخبرات في هذه الصناعات في مصر وهي من أهم الصادرات يعني غير التلفزيونات والتلاجات والغسلات كل المنتجات البلاستيكية ترجى تلقى إقبال شديد وطلب ضخم من الدول الأفريقية غير الجودة وتراكم الخبرة ومواكبة أحدث الصيحات العالمية أيضا مصر فيه السوق المنتج للبولي بروبولين والبولي إسلين من مصانع البتروكيمويات في مصر وأيضا من مصانع البتروكيمويات في دول الخليج اللي بتتميز بقواب المسافة بالتالي تكلفة النقل بتكون أقل في موضوع البتروكيميكالز بالذات البولي بروبولين والبولي إسلين يعني إحنا طبعا من الدول الرائدة في هذا المجال في القرى الإفريقية ولكن جزء كبير جدا من تلك الصناعة بالذات جاي من الهند باستثمارات كتيرة جدا من الهند بالذات يعني في هذا المجال يمكن تفوق لتنين مليار دولار تقريبا يعني على ما أعتقد هل أي شيء يصنع داخل مصر حتى لو كانت بنوهاو من دولة أخرى يعتبر مصنع في مصر ويتكتب عليه صناعة في مصر لا طبعا بس دي صناعة يزيني تكلم عليها ومن أهم عوامل جذب الصناعات المتقدمة الهاي تيك وتوطين التكنولوجيات في مصر وأعادة تدولها بين الدول الأفريقية تمام من ضمن الإجراءات التي أخذتها مصر في خط خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي الشامل والتنمية للمرافق والخدمات أصبحت مصر من أهم المواقع التي تتميز بالحضانات الصناعية الحضانات الصناعية دي اللي هي المناطق الصناعية تمام دي علشان تقوم كان هناك عدة عوامل يجب تأمنها قبل رواج هذه الصناعة أولها انتظام الإمدادات الوقود والطاقة تمام تمام ثانيا الأيدي العاملة المضربة وده الحمد لله إحنا عندنا الشباب بتوعنا من زوي الخبرات ومضربين على أعلى كفاءات عالمية كويسا تمام كان بيتبقى أن يكون المستثمر ورأس المال العامل والعابر للحدود يأمن على استثماراته في هذه الدولة ده المنظومة اللي قدرت حكومة تلاتين ستة أن تحققها في السنين الماضية أنها قامت ب إقامة المرافق والخدمات والبنية الأساسية وقانون الاستثمار وأيضا قانون العمل لجذب رؤوس الأموال والصناعات المتقدمة من بعض الأسواق التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار ساعات العمل وارتفاع الضرائب التي تصل إلى 70% إذن مصر أصبحت هي الملاز الآمن لكل الصناعات التي ترغب أن تلوز من هذه الأعباء الضخمة التي تسقل كهما تمام يعني مش بس الموقع الجوارفي البيئة التشريعية موجودة والعمالة المدربة موجودة يعني مصر فاكتش حلو وكمان الحوافز اللي عملتها مصر في بعض المناطق الصناعية زي الأعفاء الجمهوركي بالكامل عند دخول هذه البضائع أو المواد الخام أو المكونات للعمليات التجميعية والصناعات التكملية بتدخل بدون جمارك وبتكون المنطقة الجمهوركية في المخرج في اتجاه مصر طيب أستاذن حاجة صحيحة سفيد بالإضافة لأعفاءات ضربية مثل الأعفاء من ضريبة القيمة المضافة والعديد من الحوافز دي اللي خلت هذه الصناعات تتوافد على مصر وتعتمد على المواد الخام والصناعات التكملية المصرية وبالتالي بتخلق فرص عمل للشباب وبالتالي هل ده ينطبق فقط على صناعات البيترو كيميات ولا ده في مجال الصناعات احنا هنا بنتكلم على كل المناطق الصناعية الجديدة خاصة زي محور التنمية ومدينة السادات أنا عايزا نتكلم عليهم بالتفصيل بس هستاذنا حقيق سعد سفير هنطلع فاصل سريع تعرف بقى كالعادة يعني هنطلع زي المشاهدين فاصل سريع نشوف تقرير حلقاتنا النهاردة ونستكمل حوارنا مع أستاذنا طبعا سعد سفير أستاذ الدكتور محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي خطوات اصلاحية عديدة اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الخمسة الماضية في العديد من المسارات الاقتصادية المختلفة وذلك بهدف تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة وأحد تلك المسارات هي تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الرئيسية في العالم واستعادت الثقة مرة أخرى في المنتجات المصرية بعد أعوام من التراجع من الجدير بالذكرى أن البنك المركزي قد وافق مؤخرا على تأسيس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات وذلك برأس مال قدره 600 مليون دولار وتهدف هذه الشركة إلى دعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي وخاصة في القارة الإفريقية تأتي تلك الخطوة وفق مراحل ودراسات متعمقة قام بها البنك المركزي بالاشتراك مع أحد المؤسسات المالية الإفريقية الكبيرة والمعنية بتنمية الصادرات موسيقى موسيقى تمام شفنا تقرير حلقتنا النهاردة عزيزي المشاهدين ونستكمل حوارنا الممتع الحياة مع طبعا سعد السفير أستاذنا الأستاذ دكتور محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي طيب دكتور محمد يعني قبل ما نطلع الفاصل كنت حقيق بتكلم على الحوافز وبعض الإعفاءات اللي تقدمت بها الحكومة مشكورة في الفترة الأخيرة للنهود بالصناع هل هل نسبة المستثمرين زادت في الفترة الأخيرة بالفعل خلال البضعة سنين الماضية الأربع سنوات الماضية عدد ضخم من المستثمرين أقاموا صناعاتهم في مصر وده لأسباب كتيرة خير أولا اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تبرمها وتوقعها مصر مع الدول المحيطة يجعل من مصر مركزا لتوزيع التجارة العالمية وهنا ساعتك كنت سألت هل أي منتج بيتم تصنيعه في مصر بيتم تصنيعه هنا الاشتراطات التي وضعت من قبل زعماء الدول الأفريقية ولجان تسهير التجارة البينية والمقصة اشترطت حتى يتمتع بالإعفاءات من الجمارك ورسم الورد في الدول الأفريقية أن لا يقل المكون المحلي من الدولة المصدرة التي تتمتع بهذه المميزات عن 35% يعني خد من المواد الخام بتاعتنا أو من الصناعات التكملية بتاعتنا ما قمته 35% من قيمة المنتج النهائي عندما دعا الرئيس السيسي زعماء ورؤساء الجمهوريات الأعضاء في التكتلات الاقتصادية السلاسة وهي الصادق التجامع الاقتصادي لدول جنوب القرى الأفريقية والإياك التجامع الاقتصادي لدول شرق القرى الأفريقية والكوميسا التجامع الاقتصادي لدول جنوب وشرق القرى الأفريقية هذا الاندماج الاتفاقية الاندماجية بين التجمعات الاقتصادية السلاسة كونت سوق ضخم جدا يمثل 26 دولة أي ما يقارب نصف عدد الدول الأفريقية وإحنا قلنا أن ده النصف الشرقي للدول الأفريقية هذا التكتل كان الدعامة الأساسية التي قامت عليها اتفاقية التجارة الحرة القرية والتي تم تفعيلها في شهر يونيو الماضي تمام يعني كده هل هناك حاجة إلى الثلاث تكتلات ولا هم بقوا تكتل واحد لا خلاص بقى يعني المتبقي من دول القرى حوالي 8 دول فقط للمصادقة احنا بنتكلم على مصادقة البرلمانات الأفريقية يعني بعد الإبرام بتيجي مصادقة البرلمانات الأفريقية وده تم بالفعل اللي هو دخلها في حيز النفاذ معدى 8 دول معدى 8 دول في القرى كلها في القرى كلها دول في غرب أفريقيا غليباً دول في غرب أفريقيا أو لا؟ نيجيريا كانت من أهم الدول التي نيجيريا دولة منتجة تقيلة تأخرت في الانضمام لهذه الاتفاقية ولكن قامت بالانضمام بعد شهر يونيو نيجيريا بالذات لأنها سوق ضخم جداً من حيز الكسافة السكانية ما يقارب 180 مليون نسمة ثانياً هي دولة نفطية من الدول المنتجة للبترول بكميات كبارد دول الخليج بالتالي فهي أكبر قدرة شرائية وأكبر إجمالي دخل قومي في القرى الأفريقية وبتاليها مصر هنا إحنا لما بنتكلم على نيجيريا بنتكلم على 400 مليار دولار أي ما يقارب النصف تريليون دولار ده لدخل القومي هو ما يجعلها من الدول صاحبة الأسواق الهم الهمة جداً لأن كسافة سكانية وقدرة شرائية ضخمة مصر الدخل القومي الآن بيقارب 400 مليار دولار سنوياً إذن فيه تحسن وازدهار اقتصادي وأيضاً هذا السوق المصري أصبح في حد ذاته من الأسواق الجاذبة لقيام الصناعات فيه من أجل سد احتياجات السوق بالإضافة بقى 46 دولة واتفاقية التجارة التفضلية مع الدول العربية الأولوية في الاستثمار بيتيجي للسوق المحلي ولا بيبقى دايماً المستثمر عينوا على السوق الأكبر أو هو السوق الأفريقي في الحالة اللي احنا فيها دلوقتي الدول العالم كلها أصبحت تتوجه لتوطين صناعاتها في مصر من أجل الاستفادة من حجم الطلب والقدرة الشرائية التي يتمتع بها السوق المحلي مبدئياً بعد ذلك ساعتك بردو بتتكلم على إجمالي الدخل القومي للدول الأفريقية بالكامل حوالي ثلاثة وتمانية من عشرة ترليون دولار فده أصلاً تكتل اقتصادي هم جداً في عوامل أخرى على الساحة السياسية والاقتصادية العالمية جعلت أفريقيا هي الملازل آمن لأهم الاقتصاديات العالمية وإحنا هنا بنتكلم على الاتحاد الأوروبي وعندما اتخذت المملكة المتحدة قرار بالخروج من الاتحاد الأوروبي وهو قرار بريكزيت تركت فجوة ضخمة جداً لأن المملكة المتحدة وحدها بتمثل واحد واثنين من عشرة تريليون دولار فده أحدث فراغ ضخم جداً سواء في القدرة على التمويل أو في الرؤوس الأموال العاملة أو في عملية الصناعة نفسها والتبادل الصناعي بين الدول الأوروبية وبعضها البعض هنا بنلاقي أن العب في ريادة الاتحاد الأوروبي تحول إلى ألمانيا الدولة التي حققت تقدم اقتصادي وصناعي وتكنولوجي ضخمة جداً وعوائد ضخمة جداً والتخصص في تأمين إمدادات الطاقة سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي نفسه أصبح لديها بوسط القهرباء ده خلى ألمانيا تحتضن الشراكة الأفريقية الأوروبية ده لملء الفجوة اللي سابها بالضبط علشان يبقى فيه تكتل ضخم أعلى معدلات عائد على الاستثمارات في العالم في الدول الأفريقية وده سببه أن الدول الأفريقية ما زالت دول بكر لم تتشبع بالمشروعات القصة بالبنية الأساسية والمرافق وطرق وكل هذه المشروعات من المشروعات الجاذبة جداً لأنها مشروعات عملاقة فبالتالي تكلفتها بتفوق المليار دولار إحنا لأسف وقتنا أنت أسحاد سفير ولكن فحقاك حتنوارنا بقى مرة أخرى نتكلم في موضوع حلقتنا ولكن الحقيقة طبعاً حوار حقاك ممتع للغاية الحقيقة بنشكره طبعاً شكر جزيلاً جداً سعد سفير أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد عبدالغفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي كلم بمنتالي الأمان عن الصورة الكبيرة بقى الصورة الأكبر حول الصناعة المصرية رايحة فين جاية منين وموقع مصر وأهمية موقع مصر وأهمية الاتفاقيات الدولية اللي مصر موقع عليها لأن تصبح إن شاء الله مركز لوجيستي استثماري لمعظم دول العالم اللي هتفتحها على قارة إفريقيا طبعاً بنشكره شكر جزيلاً للغاية بنشكرك عزيزي المشاهد أكمل هذا الجهد وشجع الصادرات وأمن حقوق المصادرين المصريين تأسيس هذه الشركة الوطنية لضمان الصادرات ده بقى موضوع الحلقة الجاية إن شاء الله اللي كنا المفروض نتكلم فيه النهاردة ولكن فهمنا الصورة بمجملها فهمنا موقعنا العالمي فين بالزبط بنشكره طبعاً شكر جزيلاً سعد سفير أستاذنا الأستاذ دكتور محمد عبد الغفار بنشكرك عزيزي المشاهد وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر